لكن خلينا نروح مع حضراتكم لهذا الخبر واستقبل سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين سيد بيتر لورانسن رئيس ومالك مجلس إدارة شركة لورانسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية وده بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري وأيضا السفير المصري في برلين خالد جلال وصرح المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متبعة أوتر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية اللي بتمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسنات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات تبقى للمواصفات القياسية العالمية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم وأكد سيد الرئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لتعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية اللي بتتمتع بها في مجال الصناعات البحرية خلينا نشوف مع حضرتكم هذا التقرير ونرجع لحضرتكم سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في برلين السيد بيتر لارسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لارسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والسفير المصري في برلين خالد جلل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعد اللقاء شهد متابعة أوتر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وبالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن أعلى مستوى العالم وقد أكد السيد رئيس خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال الصناعات البحرية من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة شركة ليرسن عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة فضلاً عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر خاصةً مع تطور الشامل الذي قامت به الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية